سيدنا الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتي اليوم سنتحدث عن مرض المنانجيت أو التهاب السحاية وفي الفقرة الثانية وبحكم موسم الخريف سنتحدث عن الاكتئاب الموسمي أو الخريف التهاب السحاية الذي يعرف بالمينانجيت هو مرض التهابي يصيب الأغشية المخاطية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي بسبب عدوى قد تكون بكتيرية أو فيروسية في بعض الحالات يكون تهاب السحاية مرضا معديا وقاتلا لما يجعله يصنف كحالة طبية طارئة ما هي أسباب هذا المرض؟ ما هي أعراضه؟ ما هي طرق العلاج؟ والبقاية هذا موضوعنا اليوم لغايفيدنا فيه بكثير من التوضيحات معي الدكتور أومار كركب اختصاصي في الطب البطني والإنعاش مرحبا بك دكتور شكرا معي كذلك الدكتور محمد بالغازي طبيب أطفال مرحبا بك أستاذ مرحبا بك إذن بقبل من ندخلو في تفاصيل الموضوع سأترككم مع هذا التقرير حول تعريف مرض المينانجيت التهاب الساحاية أو المينانجيت مرض بات أقل شيوعا خلال السنوات الأخيرة إلا أنه شديد الخطورة إذ يصيب الأغشية التي تحمي الدماغ والحبل الشوكي يحدث غالبا بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية حيث يصنف التهاب الساحاية الجرثومية الأكثر خطورة وعادة ما ينتقل عن طريق البكتيريا التي تنتشر في السعال والأغذية الملوثة ويدخل هذا النوع ضمن حالات الطوارئ التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا لم يطم تشخيص المبكر أما التهاب الساحاية الفيروسي فهو أكثر شيوعا وأخف وطأة ينتقل عن طريق بعض الفيروسات كالحصبة والإنفلوينزا وغيرها ويعد الردع والأطفال الفئة الأكثر عرضة للإصابة به تشمل الأعراض الأكثر شيوعا للتهاب الساحاية ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ، الصداع والألم الشديدين في الرأس ازدواجية الرؤية، الشعور بالغثيان والتقيؤ، رهاب الضوء وخروج بقع حمراء بالنظر لخطورة الملد على حياة المصاب فإن تشخيص المبكر يكتسي أهمية كبيرة ويتطلب التهاب الساحاية الجثومية الحاد علاجا فوريا باستخدام المضادات الحيوية الوريدية والأدوية الحديثة جدا بينما تتحسن معظم حالات الالتهاب الفيروسي بحسب الأطباء المختصين من تلقاء نفسها خلال عدد من الأسابيع من خلال الخلود للراحة مع تناول مسكنات الألم لتجمب الإصابة بالتهاب الساحاية ينصح بأخذ كل اللقاحات اللازمة والتطعيم ضد الحمى الشوكية وتشمل طرق الوقاية أيضا عزل المريض لملع انتقال العدوى حتى 24 ساعة بعد تناوله العلاج الكيميائي وكذا التعقيم المستمر لإفرازاته وأدواته إذن اليوم نريد أن نعرف هذا المرض الذي ربما نجهل عنه الكثير أو مرتبط بجموعة من المعطيات الخاطئة بغينا توضيحات كثير على هذا المرض شنو هو تعريف بسيط الميناجيت أو التهاب الساحاية بسم الله الرحمن الرحيم البداية ممكننا نقول بأن كلمة الميناجيت أي التهاب الساحاية كممكن تكون ناتجة عن عدوى جرتم كم أنها كممكن تكون ناتجة عن غياب جرتم ولكن اليوم بما أننا في فصل الخريف وكينا الأمراض الفيروسات التي هي جاية الزكام والقريب والأشعاء إنقاء كممكن لديها تكون واحدة قاعدة إلى كثرة من التكاثر هذا الميناجيت لا سيما الميناجيت التي نسميها بالفرنسية الميناجيت الساحب السبينال أي التهاب الساحاية وهذه الميناجيت الساحب السابق الميناجيت الساحب 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 الس عدوى ولكن ما كان صرحشو بأنه كان خطر الانتقال من شخص إلى آخر هناك يوقع غلط لأن في الإحصائية وزارة الصحة إذا لم يأخذنا شيء بهذا معايير المحددة يمكننا نضخمه في جلال وزارة الصحة وقوله بأن كاينة بزاف ديال الميناجية هذه اللي فيها خطر وهذه الميناجية تكون تنتقل من الأشخاص لأن هذا الميكروب هذا ميكروب خاص بالإنسان لا يتلف حيوان حتى في الطبيعة لا يتعيش بزافة حيث غير يدور يموت ولكن يتعيش في الخواشم في الأنف في الإنسان يمكنه يبقى على حالة لا عدوى لا سليمة ولكن الوقت لا يعرفوش لأسباب إما أسباب جاية بالميكروب في حدازه يكون عنده منعة يكون عنده عدوى قوية أو لا يمكن أن يكون المناعة لالشخص يكون ضعيفة فلهذا يتسرب إلى الدم ومن ثم يؤدي إلى طيب شرطينا الخريف نحن في موسم الخريف على مشارف فصل الشتاء هي فرصة لدهور بعض الأمراض المرتبطة بهذا الفصل تغير المناخ إلى غير ذلك لكن نحن نشرنا أن المينانجيت هي ماشي موسمية وماشي مرتبطة بفصل معين يقدر الواحد يتصاب بها في فصل الصيف الفصل الأخرى الرابع أيضا لكن ما هي خصوصية هذا المرض في هذا الوقت يعني كنسمعوا بعض الحالات لإصابة بهذا المرض وهو المينانجيت عند الطفل ما تتعلق بالموسم كان في الخريف في الربيع في الصيف في الشتاء في كل وقت كان كيمكن نشوفها عند حديث الولادات عنده ثلاثة يومين عنده مينانجيت قغاف كذلك عن الرضيع والأعراض ديلها مش بحل الأعراض ديل الكبير أعراض مختلفة الأسباب لهذه المينانجيت كان الرجاقاتهم حقيقة عند كان العديد لحسب السن مثلا ال overcoming حديث الولادة صعود من الهموفليوس عند الرضيع كان يون chord وعند كان جارتي كذلك كان لهموفليوس كان البنوكوك بوا هدو كل كان كان الفاكسان ديالهم تلقيح الأكيد كان جلبا ديال هاتشي كامل كينها تتندير السميتو الأعراض كي قلت لك كان أنها تختلف من سبا مش بحل كبار عند الدري صغير مثلا عند النوفوني كنت أعطي فقط شوية سخنة 38-38.5 فقط ما عنده تشعر أخوه باش نميزوها بين سخنة الأكيد أطفالنا كيتصابوا برسفة على درجة الحرارة يعني بشكل متكرر كيفاش نميزو بين سخنة ديالها مينانجيتو سخنة العادية سخنة واحدة تلا ممشوز غينما الطبيب المختص يعني خاص دارو ريسي أنسينيال دالاغما ديالسخنة سخنة عند الولاد الحديث الولادة أوتوماتيكما تكون عنده سخنة تخصو ديالي واحدة تحليل ديالك السائل النخاي لكي سفر غشيدية باش كنحيدو هاد الخطأ ولكن حتى تكون أعراض أخرى يعني مشيحنا دينا وليداتنا عند البادياتر أكيد ما كانت سخنة ولكن ما كانش ديالك تمو هاد التشخيص بهذا الحديث الولادة كتتكون ضروري الشرق الأول في سخنة لا بدأ تخصو دياله هاد البونكسو اللو بخ الشرق الأول ما مكشبه لبدأ ديها وديك تحليل ديال دم كدليك تحليل وضع بالحال نشوفه باش تحيلوه نحوذو أسباب أخرى دياله ديالها تكتفى الحارة عند الرضيع رضيع تكون الأعراض ديالها تكون ديك مثلا عيان تيك شعوين أولا بالعكس تيكون منخي بغي غين عس ماشي هو هاداك بعد مرض الرضان ما تيكونش الحرق بالراس ما تيكونش هو الشيك تي حغني الرسي ما تيضرش عنده تفعل الحارة ودقي مقلق ميزاج دياله كتعنو ديك المنغيرة دياله كتنفخ كتكون منفوغة ديكوها حوالها العراض ديال عن الرضيع ولكن المنغيرة دياله كتنفخ وكتكون كتضرب هذا كتعطينا سي إشارة سينة دالة تكون أتنسيون طيب الطبيب واللي يقدر يحكم لنا في تشخيص بمجموعة من الأعراض شرطي المجموعة منها سنشوفها كذلك مع الدكتور كركب كينا سخانة عند الكبار حتى هي كينا أعراض خرد الرضان كيف ما شار الدكتور كينا ألم في الرقبة وش خصتات تكتامل هاد الأعراض كلها عاد نحكموه أننا كينا حالة الإصابة فيما يخص الطفل اللي عنده أكتر من خمسةين والإنسان راشد قد تكون غالي ما قد تكون الأعراض مثل السخنة طبعاً وكتكون الرقبة قد تكون يابسة بحيث كيمكنك إذا عملت كدك من تحت الرأس ديال المريض والزيتة كيطلع بحيث شي خشبة يكون هدا غدور من أجهة هدا كيمكنك وإذا كانت الرقبة بوحدها متصلبة بلا سخانة دونك هنا ما يمكنش تكون عندنا لا هادو الأعراض ديالة هادو الأعراض وكينا مثلا في هادو المينانجوكو كيكون بقع فقى على الجلد على الجلد هادو رأة مهمة والقيء والحقد الرأس واحتضوا صحة الغيبوبة راهي كده من الدئ إلى الغيبوبة بعض الأشكال كدتكون الحالة فيها نزيف وفيها ديال الدورة الدموية كدتكون تهيضا عيفة جداً إذا هادو الأعراض ولا كيف حلق الأخ غير نشوفوا بأنها كينة سخانة وحرق الرأس كيخصنا ننتج ما عندنا شي ما عندنا شي هدا أشكال الأعراض كاملة كيمشينا نعملو ديك لابونكسون لنبيغ أي كندزول هدا هو المرحلة الأولى اللي مهمة باش مكننا نأكدو أو لننفيو طيب من كتجي عندكم حالة وكيكون عندكم شك كتمشيونيشان لهاد الإبرة اللي كتتاخدو جزء من السائل اللي في النخاء الشوكي واش يعني هاد تحليلة كتتخرج ضغية باش تكون العلاج ولا هيا يعني كتاخدو وقت كيفاش كتتتشخيل هذا مهمة النقطة لأن هذا هو البداية ديال تشخيص جل المناجي هي لابونكسون لنبيغ هاي ديك تقاب اللي كنديروه وكنجبدو ديك السائل وكنشوفوه كيمكلو في ديك الساعات غير دوصل جيك تجيب ديك السائل كيكون فيه مقيح كيكون القح كينزل بحل عاكر مشي صافي كينم ميناجيات اللي كيكون سائل صافي وهذا كشكل آخر ولكن في هذه الحالة كيكون فيها قياح من هنا كيمكلت نطالق دعتي الأدوية بلا ما تقلب على سكانير ولا شي يعني يتحليل سريعة وطريقة تماما غير كيخص يكون عندك فهمتي واحد هذا لابوراتور ديال التحليل يكون ديال بكتريا ضروري بحيث الغرابة في الأمر في الواقع ديالنا العمالي كان لقاء بعض أحيان يمكنك تاخد سكانير في ساعة ساعة اللولد يمكن لقاء السكانير وما يمكنك تعمل هذا تحليل هذا غريب وهذا يحتفل من المستشفيات ديال ديال المدن كان صعب على لقاء واحد اللابوراتور اللي حلل لك هذا القاح هذا ما بالك يعني في المناطق النائية يعني أشخاص كيفاش غدين في المناطق النائية كانت في الأخ كانت تشخيص سريري بحيث يعطينا بعض الأحيان إذا كانت الخطورة ضاها بين رح يمكنك تبدأ الأدوية في ديال الساعات لما تدر لقاء ديال بونك سولو عندك الحق لأن الخطر عندنا كان حالات إذا عندك إمكانية تدر لبونك سولو بخدر وخم عندك اللابوراتور سترى الليكيد فيه مقيح سوف ينتهى الأمر بيناجد كيف عمل ديك الدواء اللي يمكن يكون عنده تغطية على المينان غوكوك البنوموكوك ليموفيليوس وربما ضد جاراتهم أخرى هذا هو البداية ديال التشخيص بعد أحيان الطباء يتخايفون أنه يكون عنده تقيح في المخ كيف يفضل يكون طبعا مزيان لأن يقولون لو كان عندك ضغط في المخ يمكن الحالات تضهور من ناحية العصرية والعقلية ولكن الإنسان يشوف ما مهم لأن هذا مينان غوكوك إذا كان عندك تشخيص سوف يفوت لك واحد ساعة ونص أو لجز ساعة بالأحسن لعمل الدواء طيب العلاج كاين وكذلك قبل ندخل العلاج كان جوج أنواع المينانجيت كان الفيروس والبكتيريا ما أختار فيهم ما الفرق بينهم بغون ميز بين لنسمع مينانجيت تعني موت أو عدوى كان بعض الأنواع المينانجيت المينانجيت الفيروس الفيروس ليهما أكثر 8% قربا الفيروس والحمد لله هذو تيبرو دغيا ما تحتاجو عن تيبيوتك تحتاجو يومين خمسي يومين تيبرو بوحد كان النوع الثاني بكتيريا المينانجيت بكتيريا هذو تيكون أخطر خطر الخطر ديون أنهما لما تدواش سين موت محقق ما فيه شوش لما تدواش مناجيت بكتيريا سين موت كان أنواع أخرى مناجيت بغزيت وطوما صعب كان أنواع كان أنواع صعبة وكان النوع الرابع في الفطريات المينانجيت الفطريات يعني الشامبينيون بحالك خيبتو كوكوس أستغر لكيومات طوما صعب ولكن عندنا واحد نسبة ضائلة جدا خمسة في الميران بعض في الميران المينانجيت بكتيريا نبات تنطق السوطان هذو اللي كي أدي والموت محقق لما تتواش ما تتعاجوش وما تتعاجوش ضغية أن الأخطوهم وكيما شارك الأخ لمينانجوك وهي معدية وأمهم قاتلة معدية وقاتل كي يقول يقترب 24 ساعة بعد المرات الدري متى أن تيجي بسخانة بدأت فيه صخانة الصباح الغدفع الشيطيكو في القبور يعني باش نقولك لأنه التشخيص لهذا المراد هذا يخصو يكون ساقع جدا وغي كينشكو فيه تبدو الدواء قول من يكون عنا السخيط يعني لازم تبدو الدواء قبل من يكون السخيط قبل من يكون تبدو 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 هذا الشوك يضار تم دولي دواء وشوك بعد عنا وسائل باش ندول الكولتور بلا بسائي غتي تتغى باش نعفوش من جوك تماما بالطبط ومن الأعراض الهد من غوكوك سي أولا لتتشوك وخصوصا قبل من يكون تتشوك سي ذاك تي خجو دي يعني سي يلان دام ونزيف دام وفي الجلد تيكون سوف في شكل نقاط حمراء اللي وخا كتورك عليها ما كتمشي شكتبقى ولا في شكل بيو بغا أي كيموتيك تيكون كبير بشي بتشعب على اللي قد عليكم يعني هذا هذا الأعراض هذه هو الاختصال سبيسيفي يعني من دي المينغوكوك وفي هذه الحالة تيخصي دقي ما يمشي بشي أي مسحة تيخصي مشي الإنعاش تقول الإنعاش إنعاج الأطفال دي ركت ما يشي مشي دانس غفية فكتشيولوجية وشعجك مثلا معاش اللعب وكال الأنواع الأخرى دي الميناجيد يعني كسواليموفيليوس ولا ستريبتوكوك ولا كذلك البنوموكوك دابا الحمد كاني مع الفاكسة التي تتندغو سيستماتيك ما بقير شوفوه مزاف إلا بعد الحالة طب الحال الدقي ممكن إذا كتكون عنا حالة دي الميناجوكوك في شي واسط في العائلة ولا فمدرسة العلاج دي المحيط كامل تخصو ياخد انتيبيوتيك سبيسيك دي لابنسي باش ما تصاب هذا المراد وكذلك تنقصب المحيط يعني تنقصب المحيط يعني الأسرة وكذلك القسم يعني يعني باند 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 طيب إذا النوع واحد هو الميناجوكوك هو اللي كيفما أشر الدكتور هو قاتل ولكن ممكن يكون تدخل سريع ممكن نعتقو هذا الشخص الأنواع الأخرى شنوك أين تكمن خطورتها هي تعالج ولكن خطورتها تكمن أكيد في الأعراض الجانبية وللتطور بالمرض شكرا فيما يخص دوق الفيروس فعلا الفيروس مثلا إنسان جاتون يقريب راف من يكون يحرقه راسه ربما كان عنده ميناجيت ولكن ما كان براد بوحدة كان يسا يكون يقريب صعيبة بالحرق بالرأس يمكن في هذا الإطار الفيروس يجب أن نشروح الفيروس خطير وعنده الدواء لأن الأغلى في هذا الفيروس الدواء موجود ولكن حالة خاصة هذا الفيروس يسمى الأخباس هذا هو النوع الذي يأتي في الفم وفي الأعضاء التناسولية ولكن هناك أخباس يأتي للبخ ويعمل ميناجيت ولكن ميناجيت هو شكل يأتي أوصاف للغيبوبة ولكونفلسون تشنو فيها هذا علش يخص الإنسان إذا عمل الطبيب قد نقوم باعث موضوع يقولوا في هذا المحيط دينا في الجو دينا يقلّب على لا تشيب أكيلوز وعلى الأخباس لأن هذا الأخباس عنده الدواء إذا لا يجب أن يكون الدواء في أغسراء وقت يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو إعاقات خاطرة جدا هذا النوع ديما يكون في بال الأطباء في التشخيص هذا وحالة خاصة البنموكوك البنموكوك يتشبه البنموكوك نيوغ الأجاراتهم كتشبه البعطة يتغيره هو في اللابوراتور عندما يرى الميكروسكوب يرى الجرطم كانوا يقولوا جرام بوزيتيف هذا البنموكوك ولكن جرام نيجاتيف كوك مينانكوكوك باللابوراتور يمكنك يقول لك في أقل ساعة راكينا مينانكو على البنموكوك البنموكوك ما فيه شي العدوى هذا اللي يجب أن يعرفوا الناس إذا كانت ميناجيت البنموكوك الناس لمحيطين المريء ما يحتاجه خطرة ما يحتاجه خطرة فمجده أخيرا علشت واحد السيد كان عنده ميناجيت البنموكوك خطيرة وجاءوا الناس عائلة دياله كثيرة جاءوا جاءوا معه كل جاء معه كل جاء خيب بأنه يكون تصاب شي عاجا جاءوا عندي من الفحص وقتل مراه ميناجيت ابنموكوك قولوا لدكتور واش ناخشو شي دواب لا هذا أطلب على شو شي داتاناشي ويخياء ما عملت لها ماسك ما عملت لها لقال قلبتوش هذا ما هذا ولكن كخصتي تقلب على على المركز ما يجاتوا هاد للميناجيت هاد حالة كنسة الرياء ولكن كيمكن لها تكون أوتيت كيمكن لها تكون سينوزي للتهاب الأدون يقدر يجبنا يعتقب إذا كانت إنتقب في العظام يتصرب إلى إلى هذه الأسجار ربما هذا كخصوص سكانر في 48 ساعة كخصوص سكانر بس تقلب على هذا لأنه لم يجب ليس لديك لم يجب المكان اللي كان استأصل من المرض كيمكن لها الدواء وعود رجع للقالية وكيمكن حالة سببية مهمة اللي أخصى نذكرها في البنموكوك هو الناس اللي تقاسوا في رأسهم بترماتي لا اللي قعدوا حديثوا وتقاس في رأسهم كيمكن لها الناس هذا يقع لواحد من الشقاق ضائل جدا ما كييدوش ما كيحسوش في العظمات المخ وكيمكن لها عمل كيمكن لها يعمل ميناجيت مورا ميناجيت علاش لأن لأن تصرب البنموكوك عايش الناس في الخواش بدينا الآن في الحلق تصرب كيعمل ميناجيت مورا ميناجيت هذي مهم هذا واحد سيد دار ميناجي تفنم وكوكو وتعاوت له خصو الطبيب يقل في الماضي دياله واش كي ناس اصابة على مستوى الرأس وهذا وهذا المدة اللي كم كلنا بين الحاديثة ولميناجي كم كلنا مشي حتى الاربعين عام أنا اللي كنت كان عمل بحوث في مستشفى ابن سينا كانت لقيتها في تقافة المعلومات اللي كانت متوفرة كانت لمدة 30 عام أنا لقيت حالة تعدى 30 عام طيب وسيد سيد كانت عنده آثار جانبية ولا تطور عنده المرض هذا عام الحاديثة واحد نرطاح يعني ما كانش مشاكل صحية لا ما كانش من عنده غير كاسر بقاله وخبحته واحد نهار يا شو قال له البنوموكوكو تسرب له عن طريق الكاسر وده له ميناجيت وده ميناجيت جزء 3 المرات لقيتانه عنده كاسر وعرضه على الجراح ودهوه طيب غادي نشيوا الفاصل نرجع ونكملوا حلقتنا أرجو أن تابعوهم مشاهدين اليوم كانت تحدثوا على مرض لميناجيت أو التهاب السحية وصلنا الفقرة الخاصة بالويقاية تحدثنا شوية قبل على العلاج لكن قبل الويقاية نبغي نتحدث على وش كينا عوامل الخطر للإصابة ده هذا المراد ووش عند الأطفال كتر أو عند الأشخاص المسنين شنو ممكن تقولنا على عوامل الخطر بالضبط هو عوامل الليلة كترجعنا المرأة تكون سنسيب لهذا المراد حديث السن طيب الحال الصغار ونص الكبار لديابيتيك لزيمنو دي بخيمة مش عنده علاقة بالمناعة أيضا مناعة طيب تكون مناعة ضعيفة مثلا أمراض الإيد أو السيداء مثلا إما مكتسبة أو لا تكون نصف مناعة من ولادة يعني جينيتيك تذكر عنده نصف مناعة وراتيها هدوما اللي هدوما تكون معرضين أكثر طيب وفا كذلك من الأسباب اللي كانت ذكر عليها الدكتور أن مرض التهاب الأدن يقدر يتطور المنانجيت مثلا عند الطفل خصوصا الطفل عنده الحلق ديالو ما بين الحلق والغدن ومنخاك عنده أحد يشب يخفئيه أفوليوم دو سنتيمات كوب كوشي حداشي كيتقاس للحلق كيخيس لغدن كيتغسل منخار كيها بطل الحجورة كيها بطل الرية تيمشي المخ سيلا مرش سيلا من المين ميكروب سيلا تكشيين بروكسيميتي ذكشي قريب بزاف كيتعادة كيتعادة ذكشي لوكو ريجونال ولا عن طريق الدم على الطريق لسيركولاسون صنغين يعني الدوعة الدموية تيتقاس كذلك لسيربو وفي العلاج في حالة علاج الأطفال إذن كين الدواء كين مضاد حيوي كيتاخذ واحد مدة معينة وشكينا أدوية أخرى مرافقة وكذلك لتجنب المضاعف سؤال جيد جدا كين نتابد حل المضادات الحيوية لكي قتول الميكروب كين المضادات ضد لكي قتيلت بموكو There are Mika ورخه منه الريكب regarding the heart المضاعفات منها لن تتكو عليها لن يكون مضاعفة ما أهم هذه المضاعفات التي تستطيع تسيب لناتك؟ المضاعفات عند الطفل والاحتى عندك مرى الصمم الصمم الكل لا تستمع لا تستمع لا تستمع لكن لا تستمع كان عندهم تأخر في العلاج أو غيرها كيف تستمع عادة تأخر في التشخيص وفي العلاج هذا سنوك كذلك العمر تتبرى وتعيش لكنهم لا تستمع كذلك الغطار عن الطفل نتكلم بشيء الغطار بسيكوموتر كذلك سنشوف حالة الصراع كالجملة بيليبسي وهنا كلها أعراض أعراض خطيرة أخطر من المراضي وهناك صرح خطيرة جدا اللي كترتب على هذا المراض هذا عليها تترتب تشخيص يروم مبكرا وتبدأ الدواء يروم مبكرا إذن أهمية كان مهم تشخيص في هذا المراض وحالة طبية طريقة كيف ما قلنا بالنسبة للوقاية واش كان في البروغرام على التلقيح عندنا في المغرب هذا اللقاح أو التلقيح ضد المنانجيت إذا سبعت الأخ سبعت أن نرجع للعوامل الخطر نوضحه شي بعض الأشياء العامل الخطير اللي كنا في المنانجوكوك هما اللي بيحصون كونتاكت الناس اللي كانوا لكن سنعرفهم سنعطي لهم التعريف ديالهم مثلا شي حد في المدرسة همتي جات واحد حالة ديال مينانجوكوكوك واش غادي داون مدرسة قبلها لم يمكن الشاعر أو لا ننطي حالة نفتد نصرف الناس اللي بالداط اللي قرابين هلوا هاد الهد 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 الاشخاص وقبل ما تكمل دكتور واش كيتعادة باللمس با بالهاواء هادا هادا هي المهمة هاد الي بيحصون كونتاكت اللي كنسميهم هدا والأشخاص اللي توصلوا بالماراد كيخصو يكون اقريب المريد اي هي العدوة تتم عن طريق اللعاب عن طريق الإفرازات تدي التنفس إذا أعطيص لك فوجك أو لكي نشي قبلة أو لكي نشي عاجة هذه مسائل هذا كم كله يتصاب ولكن هل رجعوا لهذه النفس هذا واش كي يديك ساعة أوتوماتيك لا ماشي أوتوماتيك ولكن شي حد كيقول لك واش نخد دواء لأنه إذا كان بعيد مثلا بعيد في المدرسة أو في قسم الأخر لا داعي لذلك لذلك كنت يخصص يكون عنده اتصال به خريب له متر يكون متر بين المريض أو لكي نعيس معه في الدورة وردية الداخلية أو لكي يكون اتصال أقل اختار مساعة واحدة إذا كان غير شي حد داز حداها كوصة فيه السلام عليكم وداز حداها ماشي مشكلة كي يبقى أنه الحتيات دائمة أحسن العلاج هذا الفاكتور دوغيسك فيما يخص البنوموكوك هنا في حالي قال أحضر كنا نعطيهم أدوية باش كنا نوقعهم وكنا حتى الفاكسا في البنوموكوك أنا شرت إلى الإصابات دي الخطرة وعن الإنسان عنده إنوتية كونيك إلتهاب المزمين راوحنا رايدة من نجيس ويعرفها أو لعنده شونيجي تكونيك رايدة من نجيس هذا الشخص هو عنده هذا السوابق هذا فهيخص يعرض راسه عن الطبيب ويقول له أبا أنني راح كنت جاءتني إصابة في الرأس فالطبيب يكون موجه فيما يخص الوقاية الوقاية العلاج بعروف لسنتبيوتك الحمد لله موجودين وكي يكون ملك المدهوم في أسرع النتيجة كتكون كي يبرع الإنسان غالبا أحيان وفيات فالحالة بين 5-15% إذا كان طبعا تشخيص قريب والعلاج يعني وخخ كي العلاج هذا المرض ما زال منتشر في العالم طبعا هو ما زال منتشر في العالم كامل كي نوح لازون في الأفريق في السنغال الأتيوبيا هي هذي كي يسميها حزام لم ينجد تمك هنا حالات كل عام منظمة العالمية الصحة كديوها تقريب 300 ألف حالة في العام منظمة راه بركز على هذا نحن عندنا حالات سبوغاديك مرة مرة كتجي هنا مثلا شوفتنا الإيصائيات وزارة الصحة 2016 المغرب كامل 652 حالة من ميناء ولم نظر على هذا ولكن غالبا كان مراكز ما صرحت شيء مش أنه ما كان مثلا اعتمدت وزارة الصحة على واحد دراسة مغربية مهمة في نطقة الشمال بين تيطوان وطنجاو الحسيمة وطروحة خرجت بأنه كيين 23 حالة في 100 آلف أي نقوله 230 حالة في مليون شخص هذه في منطقة الشمال هذا يعني بأن مناتع أخرى يمكن يكون نفس العدد غالباً ما يقعش تصريح هذوك الناس لأن الأطيب باكي يقوم مع العلاج والمشاكيل ينساوي الإدارة ما تقدم له بشي الورقة تصريح ووزارة الصحة ما تصلش بهذا يخصم نكمل مع الدكتور في الوقاية باش نحميوا أطفالنا من هذه المرادس وكانوا دي فاكتور دريسك وكانت حالة الإصابة هذو لفاكسن واش مو توفر في المغرب في القطاع الخاص هناك مشاركة قبلة لأنه في البروغرام إلراجية لفاكسن السوار الذي كان في المغرب هناك في وزارة الصحة ولي كان ديرو في الطاب الخاص كان دي فاكسن كون خليموفيليس كيتندو تدري سيستماتيكما عبقوا بتطايمات ورغابل يلهم كذلك كان دي فاكسن تبدو تطلب بنوموكوك تتندر عند شهرين وتتندر في العام اللو وليلو ألو الفاكسن تعمل من نقوكوك هنا تتوقع دي غيبتوخ تتوقع دي غيبتوخ ومع الأسف أنا تغسن تنغسن هذة الفرصة هذي باش نطلب من الليلة بغاطوة اللي كي يجيب هذة الفاكسن باش يدي ما يكونوا هذي فاكسن يحوصوا باش يكونوا واجدين كونوا كيرك دوز وكونوا موجودين باش يحتاجهم القوام هذة هذك الفاكسن كونتر المنغوكوك سي باش باش نطلب تنجو جيمة الكلشي لانه مغايم تنجو جيمة الأيبوكوك تنجو في حالها تكون شئي تنجو جدي حالة من حج يد منكو تنجو تنجو تطعم الانتوراج والموحد لالتفل المصاب طيب واضح ونختم مع الدكتور كاركب كنت شرطي لي أن الناس اللي كي توجهوا الحج لأداء مناسيك الحج واش أوبليغاتوارمون بالضرورة كي يأخذوا هاد الفاكسين تعال مينانقوك نعم لأن هنا كنا واحد اعتبار مني كتكون تجمع ديال البندم كي يكون محيط لانتشار الفيروسات ما فيها باسع من الفاكسين ديال مينانقوكوك ما شيء إجباري ولكن من الأحسن يستحبش ديرو لأنها كي يكون اختلاط وفي الحج وذلك شيء معقولة هذه مسائل معقولة لا سيما أنه في الماضي دياله ما كانش عنده مدرشي مينانقوكوك شوف مثلا فيما يخص اللقاح ديال ليموفيليوس ديال هو داخل في تركيبة ديال بعض الفاكسين ما كانشو ما كان القوش للمينانجي تعيي موفيليوس لأن الأطفال كبلي محميين ولكن مينانقوكو في حالي كان الأخ ما كي يكون شيء مواجد ما كي يدرشي في الطريقة دياله منطدمة كيم كل المناعة دعو من لي كيوقع اتصال كي يفجر طيب كنشكركم نتمنى للصحة الجميع آخر كلمة لك دكتور بقشل وقت سبحان الله خالي بقشل شوش حاجة اللولة على أنه تلقيح بنسبة ديال مينانقوكوك بس بالناس يمشيوا لطيار المقدسة هو ضروري إجباري ما ياخد الفيزا ما ياخد الفيزا الحاج والمؤتمر تتتكون عجيب بلوكارنية الفاكسين صواء نودار الفاكسين ديال ضد مينانقوكوك النقطة الثانية اللي بغت نشيلها وهو الناس يتأخذون انتيبيوتيك كتلع سخناء كمشي الفارماسيان تأخذ انتيبيوتيك هذا اللي يخليكم هذه القضية خيبة بسفعاد لأنه تغطي على الميناجيط وكتلع الأعراض ديالها تكون تختافي وبالتالي تبقى تتدفلوب من التحت حتى تجد ديالها إذن دا دين ستروع ليها لأكيد أننا مخاش الواحد اللي ياخد الانتيبيوتيك من راسو لأنه تقدر تخفينا الميناجيط ونعطوه علاج آخر ويخرج لنا على المساعد وكتلع الكامل الفارماسيان ميبقاش كيعتاو هذا موضوع يعني في حدث يعتاو الانتيبيوتيك كيعتاو الدواء يدخوين كاملين ما كان مشكلة الاسبيجيك بروفة الدواء السخانة ولكن الانتيبيوتيك الله يخليكم خليهم افتقى الرسالة واضحة ونحن نخصنا حلقة لهذا الموضوع شكرا لك الدكتور محمد بالغازي طبيب أطفال شكر موصول أيضا للدكتور عمر كركب اختصاصي في الطب الباطني والإنعاج مشاهدينا بقوا معنا في فقرة الثانية من البرد مشاهدينا في هذه الفقرة الثانية سنتحدثوا على فصل الخريف الأكيد هو فصل جميل ربما عند البعض لكن مرتبط عند البعض الآخر بحدود الطرابات نفسية من أشهرها الاكتئاب الخريف أو الاكتئاب الموسمي وغادي تحدثنا عن هذا الموضوع الدكتورة لمياء بن شيخي أخصائية نفسانية وباحثة في علم النفس مرحبا بك معنا لنا شكرا على الطرح وشكرا على الاستضافة إذن بغينا بداية تعريف ديالكتئاب الخريف وش كيختلف عن الاكتئاب العادي والأنواع الأخرى بالاكتئاب نعم اليوم نتكلموا على واحد نوع من الاكتئاب يعني الاكتئاب كما قلت الخريفة أو الاكتئاب الموسمي أو الاكتئاب مبعد الصيف يعني هالكتئاب كرتبط بالمناخ أو التغير ديال الفصل يعني اليوم الاكتئاب سنحاولون نبينو الاكتئاب الخريفي ما هو ولكن بنفس الوقت هو عنده نفس الاعراب ديالكتئاب العالي المراضي يعني كما نحاول اليوم نقدرون نوضح المشاهدين بأن أولا لا يمكن الحديد عن الاكتئاب إلا وخصتكون فعلا هي واحد الحالة للحزن اللي كتفوت أو كتستمر أو كتفوت المدة ديالها خمستاش اليوم يعني أسبوعين عادي ممكن يعني الإنسان كيحس بالحزن كيحس بالطيق كيحس بالمالين كيكون طيوع كتكون غياب ديال الشهوة واللد يعني أي حاجة كن كيقوم فيها وكانت كتعطيه نوع من الفرح هي مبقاش عندو لماك دانتغي كنحسوا عاوتاني كنهضروه نعنى النمط ديال أي شيء وخصوصا الحركي يعني كيحس بواحد الكومول كحس بواحد الخومول يعني الإنسان كيلزم الفراش وما كيبقاش بغي يخرج ويختال الطباء بالنس ومن الأعراض المهمة اللي عاوتاني كتتعطينا بأن كي بديها بالطراب الشهياء أو الطراب بالنوم نعم يعني هنا اللي كنشوفNG канشوف في الإخيميز على الكتئاب المراضي الكتئاب الخريفي هو بأن النوم كيكون في التققل ساعة النوم يعني كيكون إنسان عندو الطلبات النوم هي قدش نعس بالليل أمة في الكتئاب الخريفي هو أما كي يكون زيادة في ساعة النوم يعني كي يهما كي يتدوز وكي نعس بزف Wak Ziye reporting نعس بالجوغني ونعس بزiev ولكن يكون قلعة. عاوة يعني في الكتئاب المراضي يقلقوا بأن الطراب ديال الشهية لإنسان ما كيأكلش يعني كيأكل في قدر من الوزن دياله بزاف هنا في الكتئاب الخريفي يقلقوا بأن الإنسان قدر تجيه ذاك خيس دابوليم يعني يأكل بزاف ويتها هي مرتبة بتغيير درجة الحرارة يعني الواحد فشكي برد الجو كيأكل كتار من الصيف هذا يعني يكون شي مرتبة بالفصل نعم غريف الطراب ديال الشهية كيكون فعلا بواحد مراضي يعني بلابسوربسيون غابيد بالأكل بالسرعة كيدخلوه بلما يندغ كيولي عصابي كيبالك بأنه كيولي عصابي وكين واحد العاوة اللي ممكننا واحد طابلو الإكليني كيني ممكننا نميزه عن كتئاب المراضي العادي هو كتكون المزاجية يكون طيراب المزاجية لتخب الأموزونيين كيكونوا زايدين كيقول الإنسان اللي يسنسيب للموت في خطاسه يعني أي حاجة كتأثر فيه يعني واحد الحادث أو واحد ارتباط بواحد الحادث يومي ولا شي شي وضعية اجتماعية اللي كتكون عادية إلا وأنه كيطلع كيولي معصاب كيولي هانا هنا كنهضروا علي عاو تاني إلا زينة كما قلت الأخصافي بأنه فعلا كيكون مرتبط بالموناخ ومرتبط بأن الساعات ديال كتقل كيولي عنا النهار قصير على الليل هنا عاو تاني عاو تاني واحد المادة ديال السيغوتونين السيغوتونين يكتفرز من نقالات لنقالات العصابية هرمون سعادة هرمون سعادة خصوصا هرمون هذا الهرمون هو مسؤول عن تنظيم المزاجية ديالنا ستانتيمو غيقول على الدار يعني هو اللي كيغيقول لنا نمغ ديالنا كتبقى هنا كتقل عاو تاني الساعات كيما كيقولوا متخصصين وحدين أخرين كيقولوا بأن الغياب الساعات ديال الضوء أو ديال الشمس هنا يعني قدرنا نحاول نأطروا الاختلاف ما بين الاكتئاب الخريفي أو الموسمي والاكتئاب المراضي طيب أن نرجع لك لهذه النقطة للشمس الأكيد تغيير ديال الضوء عنده دور كبير في ظهور هذه المراض لكن احنا بحكم بلادنا فيها الشمس ربما عنا غيجوش فوصول قدر الخريف ما كنشوفوش كفصل قائم بداتو واش احنا كمغاربة واش عنا الحق نتصابوا بهذا المرض ولا نقولوا را عناك سياب نعم هو سؤال جد مهم هنا كنميزه كما ميزناه بالحزن ولا كنقولو كنقولونا الناس بأنا نتيجة عندنا مثلا كيقولك را أنا في الغماء را أنا تبدلت المسيرة ديالي للحياة الحاجة اللي كانت كتفرحني ما بقاتش كتفرحني ولت عندي نظرة تشاؤمية قنطان كيرجع الماضي بواحد بواحد لسنتيمونت كيكبابلية يعني بتقنيب الضامير كيولي وبانولي غير نوقات سوداء في الحياة ديالو بما أنه ولكن هو حامل ذكرية جاميلة كيولي تشوف النظرة تشاؤمية يعني ما إرسي بخوشي تماما كيس قدش راسو في المستقبل كيولو هاد دواهر بزاف هنا خصنا نشوفو بأنا يا قدر كما قلت احنا را بكيجيش عنا بعد المرات الضغيك ندوزو ما كيكونش عنا الخريف ضغياء من ذاك المورو فصل الصيف نستمر عندنا لشهر عشرة دا يعني نقدرون مروا من فصل الصيف كنمروا لهذا وكين حوامين الأخرى خارجية يعني كين بزاف ديالي فاكتور عامين الأخرى خارجية يعني كيكون الفصل ديالشيته هو مرتبط بالدخل المدراسي هو مرتبط بأنه نهاية ديال عطلات صيب أنا كنعرفه بأنه في العطلات تحول تحول سالشانجمون سالفاكتور دو شانجمون والإنسان بتكوينة ديالو الفيزيولوجيا والنفسية تحول كيجي صعيب لأنك يكون غير مهيئ غير مستعد وغير مهيئ لديك تحول كيفاش بأنه وغادي دير وكين وناس أو سينيكين وناس اللي كيكونوا مستعدين يعني كنشوفوك نلاحظو غير وليدات الصغار يالله كايز بليدك قطرات الشيتاء هو فرحان باش يزبغى بالوية فرحان باش يعني مشي الكل غادي نعمو هذا الشي اللي قلتو في البداية ربما هو فصل يكون يعني جميل عند بعض الناس والشيتاء كين لكي يحب هذه الفصل كذلك إذن نركزو بغينا حلول بغينا نصائح علاجية أكتر يال الناس اللي غي يمردوا راسهم براسهم ربما ما عندهم مش كتئاب ولا يقدر يتجنب هاد الكتئاب بسهولة نعم في الأول خصة شخص أولا كما قلنا ضرورة شخص باش نشوفوه واش فعلا هو كتئاب مراضي نشوفو الأعراض ديالو واش هي فعلا هناك كتئاب مراضي نشوفوه تشخص ثانيا هنا ضروري من أخذ الأدوية لمدرطة الكتئاب ضروري كين علاجات متلا كتعويض عن تعويض على الشمس متلا بالإضاءة الإصطناعية كين عوثني مدرسة سولوكية متلا معرفية كين عوثني الحصص ديالسترخاء اللي هما كيتمشوا بزيف مع هاد الناس اللي عندهم الكتئاب الخريفي بحلش هاد الحصص استرخاء حصص استرخاء اللي كتكون فعلا حصص علمانيا زعما على أسس علمية قاريه مثلا على فليب نوز ميديكال في طبي كدن استحدروا كيجي الماريض كان استحدروا واحد الدكرة ولا واحد البضعي مش شي معيه عاشها في الصيف كان فيه عش مش متلا كان في البحار كان في واحد لو قيت اللي كان فيها العطال كان مع الأسرة ديالو كستحضر كيولي كيستحضر وحنا شنو كنناخد من استحضار كنمشيو على واحد البروتوكول من ذيك استحضار كنجبدو كنجبدو منو شنو هي الطاقة اللي كانت عندو يكنت إيجابية كان بأنه العلاقة شي ما يكتزينا كان وضعو في ذلك الوضع النفسي وكيستحضر بذيك الصورة بكل ما تحملها من إيجابيات بكل ما تحملها من يعني من اللي غسوه سخته الركيزة النفسية اللي كان كيشعر فيها الإحساس والشعور وبطمأنينة بالراحة بأنهما متابعة لخدمة الأطفال متابعهم لقراية يعني تكون ذيك الصيف فترة فعلا هي الاستماع الدات هنا كنحاولو نستحضروه كننخدو منها لسوخص لسوخص بوزيتيف كننخدو منها ذيك الطاقة الإيجابية كنعودو كندرولو يعني بحالي كننسخوها لي بحالي كننقريوها كننسخوها لي في الجسم ديالو في كل شيء في كل شيء الأعضاء يعني كنتبعوها البروتوكول هذا الحساس هما فعلا خصوصا بأن نخصنا نعطيه واحد نقطة جدا مهمة يعني ماشي لي تم تشخيص ديره بأنه عنده الكتئاب الموصيمي أو الخريفي بأنه فعلا تشخيص هو غديب قديما يقدر يجي في هذا المتغل الفصل في هذا العام ولكن يقدر مثلا السنة المقبلة ما يقدر ما يجيش يعني ماشي بالضبط هي واحد الحالة مرضية لي كيمر بها الإنسان لي ما كدوم وعندها علاقة بالفاصل بالتخيرات بعوامل أخرى بالنفسية الشخص بالبنية دياله الفيزيولوجيا والنفسية طيب نصائح باش الواحد يساعد نفسه باش ربما الوقاية من هذه الحالة كيفاش النصائح اللي تقدرون انتم تقدموها لهذا الشخص باش ميوقعش في هذا الكتئاب يعني أولا الشخص يكون عنده واحد الإدراك بأنه فعلا هذيك واحد الحالة ديال الحزن اللي قدر يعيشها يحاول يتحكم في العوامل والمحددات ديال هذي الحالة لأننا قدنا الإنسان كيولي متأثير متوتر القاراق الضغط التوتر الحزن يعني هناك هذي المزاجية أولا التخوبل ديال الإيموسيوني هما كيكونوا فعلا عندهم علاقة بالمؤشرات والعوامل اللي قدر بنا نحاولوا نتفدهم يعني المؤشرات كلهم نحاولوا نتفدهم نحاول تكون عندنا تهيئة يعني ندير واحد لبرمجة البرمجة ديالنا العقلية اللي قد نقولوا بأنه هو جيدك الفصل الشيتاء راح حافل وبأننا نعاو تاني نصب خوجات يعني نعرفه راسنا رادي نعيشه فصل الشيتاء ومن بعد غادي بيانسوه غادي نجي بأننا غادي نولفو عاو تاني غادي نعيشه ونصب خوجات نسقطه راسنا بأننا نقوله ما بقاوله هوا غادي جي السايف وهوا يعني أي متغير في الحياة خص الإنسان يكون عنده واحد تهيئة مسبقة إلا الإنسان ما قدش فعلا بأنه يدير هاد هالطريقة بأنه يعني يديره على النفس دياله هنا بيانسوكين استشارة نفسية كيبشي عند عند متخصصين اللي كيعاونوه باش كيعطيوه واحد طرق يعني اللي قدر يجبط ديك المؤهلات دياله يتير لأنه كنقوله أي واحد را عنده مؤهلات يتيرهم من أجل باش يخدمهم ويوظفهم خصوصا في ديك اللي كما قلنا هي فح لواحد الفترة عابرة عابرة ومن بعد كيتأقلم مع هذا لأنا كنشوفه أنا كدوم غير فصل خريف إن فقد يدخل الشتاء كدوز واحد واحد لمدة يعني من شي تأوكي وليك 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 ولديك الفصل هو نمط من العيش اللي كيكون عادي يعني بممارسة الرياضة أنه يختال في وسط الاجتماعي ما يشدش على رأسه في الدار يقدر ساعده كده يعني يخرج من ديك انطوائيه يكون ترسيخ ديال ديك الناس مثلا يكانوا معاه في الصيف يبقى بأنه يبرمج واحد الخارجات يعني سافي ماشي غير جات الخدمة ولجات الدراسة عند الأطفال يبرمجوا خارجات بحالي كنقولوا ديك انطوائيه يخصوا واحد ينبوفيه دوكسيجين ضروري يخصوا واحد يخرج من ديك النمط ديال الضغط والتوتور ويخرج ويسترجع ديك اللحظات اللي كان كيعيشها اللحظات الإيجابية مع الناس اللي كيحيطوا بي اللي كيعيشها في الصيف شكرا لك لمياء بن شيخي أخصائية نفسانية وبحثة في علم النفس وفي ختم الحلقة مشاهدينا لابد أن نتذكر أن ما نمر به من اكتئاب أو حزمنا هو مجرد مرحلة عابرة لن تستمر سوى أيام قبل أن نستعيد نفسيتنا الجيدة ولتعود الإشراقة فبعد أن ينجلي برد الشتاء يعود الربيع إلى اللقاء اشتركوا في القناة